السلام عليكم مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم اليوم في فيديو جديد اليوم غن ندير معاكم الطريقة اللي انا جربت وجبتني بزاف وجيتني زوينا وما غنقدرش نوصف لكم حتى تجربوا هبيتكم وتشوفوا بعينيكم هادي مطيشة جبتها وقطعتها بطبيعة الحل راه كل شي كيعرفي قطع ما غديش نضيع عليكم الوقت فاش نوريكم كي باش نقطع قطعت معاها واحد الحبة ديال الباربا هي هادي حبة صغي ورديال الباربا على هاد الشكل هادا المهم قطعتهم هكا وغدي نطيبهم اللي عندها الكوكوت كتلستق ممكن نطيف وحد نصف كيس ديال الما ولي ما عنداش كتلستق راه مطيشة كتلق الما المهم هاد الوصفة هاديرها جات زوينة بزاف 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 قتليكم طيبت بيها اللوبيا الويضة وطيبت بيها الحريرة والله لا طيبتهم بلما مطيشة الحك وجات زوينة هان تمرا اني معمر الكوكوت باش تعتني الكمية اللي غدي تكفاني ديما واستغنيت على مطيشة الحك السراحة والله الى من هاد الوصفة هاديرها غانبقاش نشريها وما اخديتهاش هاد الشهر كامل اه نتمنى انكم تجربوها وباش ما كان تقولوا لي انا قتليكم ضفت نصف كيس مكاملش ديال الما بالنسبة اللي عندها الكوكوت مكتلستقش مطيش ما تشاركة لقلمة اه قادي نخليها قادي نستعليها الكوكوت ونخليها تطيب على عافية مهي لكيف ما كتشوفي دابة في الفيديو كندوي بله فابغيتكم تجربوها والله الى وصفة زوينة بزا 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 المهم من بعد ما طابتها هي حليت عليها بكتاخدش الوقت بزا بزا بكتعطيها دلوين هادا ديال باربة ولكن راه ما كتكون لنسمة للباربة للريحة لحت تحاجب مرة يعني غير جربوها الوصفة على حسابي هادا كتريف ديال الباربة اللي طيبت راه هو هاداك والطروفة الاخرين راه كين الى تحت كيف ما كتشوفي اه غاد ينطحنها وغا نطحن معاها حتى داك تريف ديال الباربة يعني كوني هانياء راه الباربة ما كتجيش بينها نهائيا ولكن كتعطي واحد للويين اللي غا تشوفي معايا دابة وغا تقولي لي الرأي ديالك وهايا من بعد ما طحنتها اللون دي عا تزوين وغا تستغني اكيد على ما طيشت الحك نتمنى تجربيها وما تعكزيش وضيلا غا تعجبك بزا 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 اه اللي جربتها تخلي لي الاراء ديالها في التعاليق واللي اول مرة غا تشوف الفيديو اه اللي اول مرة غا تشوف القناة عفوا تخلي لايك للفيديو وتشترك مع تفعيل جارس جربوها وردوا عليها واسلام عليكم ومتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد دمتم في رعاية الله شكرا شكرا